السلام عليكم. عليك السلام يا هلا. لو تعطيني اسم بس انا عديك به. اسمي محمد. نفس اسم. طيب انا بس بلا انا عندي مناقشة بس بسيطة. اولا اني ما احب زوجك ولا زوج الموجودين. كلمتك انك قلت اه هذي آية غبية. صراحة جدا حرقتني يا استاذ محمد. دائما يكون مبدأ الاحترام موجود بين الناس. هذا اول شيء. اش دخل آية غبية باحترام بين الناس. والله لا. بالعكس هذه معتقدات يا استاذ محمد. اعترام معتقدات. انت انت بتحترم عقيدة القرامضة. رجل يجي طفل يجي ابنية. بنت. ايوة. 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 اعرف كيف. ثم يكبرها ثم هو يكح. لا. انت تحترم اي العقيدة? شفاح. شفاح هذا. انت بتحترم اي العقيدة? لا. لا ما احترمه. اذا 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 عملية انه احنا نحترم عقائد الناس. هذه اش كلمة هبلة. هذه عقائد. لذلك 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 عملية انه انا احترم عقائد الناس. انا ما احترم عقيدة حدا. انا احترم الشخص. اه. بس ما احترم عقيدة. بعد ذلك العقائد. مثل ما انت الان. ها ما تحترم عقيدة القرامضة. بعد ذلك العقائد غير وكلام الله منزل غير. لا هو نفسها. ما في حاجة اسمك كلام الله. هذا القرآن مش كلام الله ولا كلام من يعزنون. هذا كلام اعباد موجود. ما احد يعرفك من اللي كتبه ومن اللي جابه. ما احدا بيعرفه. طيب. انت شاك ان القرآن محرف يا استاذ محمد؟ لا لا انا ما بقول انه محرف. انا اقول كل كتب. محمد لم يقول حرف واحد من هذا القرآن. اه. لكن انت تمن ان القرآن اه شو اسمه منزل من عند الخالق الله. يا عمي اي خالق ويبطيخ انت. اتركك من الخالق. انت ما تقدر تثبت لمحمد. خالق شو اللي رح تثبت له قرآن. ايوه. اذا استاذ محمد شكرا على النقاش. طيب. اه. شكرا على احترامك. لكن انا اقولك اياها انت خارج عن الملة. نعم. تكفرني? اه. نعم. انت بتكفرني? نعم انك انت انسان خارج عن الملة وكافر. صحيح. شو حكم الانسان اللي بيكون خارج عن الملة يا استاذ محمد? مرتد. اه? شو حكمه? مرتد. ايه مرتد هذا اسمه? شو حكمه? رسول الله عليه وسلم قال ما نبدل لدينا فاقتله. يعني اللي اللي يترك الاسلام لازم ينقتل? كلام رسول الله عليه وسلم. ايه ايه بس هل لازم ينقتل? لا ليش اخجل اخجل انا ما بخجل عن كلام رسول الله عليه وسلم. وهذا مرتد يا محمد. انت كم عمرك محمد? انا عمري اربع وعشرين. اربع وعشرين. مثلا لو 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 اخوك ارتد عن الاسلام. هل تنقى انه انه يقتل لانه ارتد عن الاسلام? لا. اللي يروح والله. ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة انه اخوك يقتل فقط لانه مستقدر يقتنع بالاسلام? ما عندي مشكلة خليه يروح. طيب لو لو اختك? طيب اه بلشنا عادة. ايه خليه تروح بات الثانية ما عندك مشكلة. كمان يعني حتى ترضى بقتل اختك اذا ارتدت عن الاسلام? لو امي ما بصلي عليها لو ارتدت. اشتاذ محمد. انا اشاركي سؤال. طيب? طيب. يعني معناته انتم ما تأمن في اليوم الاخر صح? شو هو اليوم? شو اليوم الاخر? اليوم الاخر يعني يوم بتطلع من قبرك. ما تأمن بهالشي? انا بحياتي ما راح اطلع من قبري. اه اوكي خلاص. انتم ما تأمن ما تأمن بالله يعني بالله وملاكتي وكتبيه. مين ملاكتي? مين الله? اه? مين الله? انتم ما تأمن بالخالق صح? مين هو الخالق? اه? شو يعني كلمة خالق? هاي كلمة معناته? يعني معناته هل لي خلق كل شي يا استاذ محمد? حتى الخنافس? خلق كل شي تشوفه بعينك. يعني هل تعتقد انه هذا الخالق خلق الخنافس? شو رايك انت? ما ادري انت 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 عندك علاقة معانا ما حصل لي شي شرف لسه. خالق الخنافس وخالق اه شعر هل تعتبر الخنافس من الامم? مثل ما قال القرآن? كيف من الامم يا استاذ. الله ما ادري بعد تشوف انت القرآن ليش بيقولك. كيف من الامم? القرآن قال لك يعني اي دابة تمشي على الارض يعتبر من الامم. جاوب. الان الخنافس تعتبر من الامم صح? انا لا تعتبر من مخلوقات الله. اه يعني كاذبة هذه الآية. اذا هذه الآية اللي بيتدب على الارض. انت فاعم التفسير يمكن غلط. الان هذه الآية هيك بيقول بيقول وما من دابة في الارض اسمع. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم. انا اقرأ لك التفسير. يلا قل لي التفسير استاذ محمد. طيب انا الان اقول لك. ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها. ومثبت كل ذلك من اعمالها في ام الكتاب. ثم انه تعال ذكره. ثم انه تعال ذكره. مميتها ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء جزاء اعمالها. طيب طيب من بعد هذا كله يعني ما شاء الله على خبرتك هذه. من بعد هذا كله تبين لنا تبين لنا ان البهايم والحيوانات والخنافس كلها امم امثالنا صح او لا لا. انا ما راح ارد عليك بنفس الليهان اللي هنت فيها كتاب القرآن الكريم. لكن انا على قوتم راح نزول باحترامية. لكن الحساب مش من عندي. هذا اول شي يا استاذ الحمد. الحساب من عندي؟ من عند الخالق اللي خلقك على فترتك هذه. انا انا اريدك اريدك تفكر في شغلة المرة الجاية لما لما تصلي اوكي. امم. فكر في صورة المسد. انت بتقرأ صورة المسد؟ ايه تبت ادابي لها بموتاب قصدك. اه ها بقول هذه تبت ادابي لها بموتاب. اريدك اريدك المرة الجاية وانت في الصلاة لما تقرأ هذه الآية. اتذكر كلام محمد صالح. بالضبط هذا الكلام اللي راح اقول لك عليه. تذكر هذا ربنا معقول عقله صغير لهذه الدرجة. عامل لي قرآن. اروح اجي اصب فيه رجل كان عايش قبل 1400 سنة. اول ما راح اتفكر في هذه الآية. اتذكر كلام محمد صالح. ليش ربنا بيقول لي كلام بل بهذه السوقية. لما اجي اتكلم فيه مع الناس اجعل نفسي في موضع محرج. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر